أخير أمر التباق أغاتي أريد فتقوموا وقعد من أدكم هاي هنا عندي فراغ حتى ليجي ليش أقومكم أثناء القراءة اللهم عجل فرج وليك القائم تعالوا ليه لهنا 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 بعد امشي امشي شوي لهنا امشي شوي لهنا يكون لاقي إذا ممكن شوي الصوت سعيدوا ليه صلى الله عليه وسلم يا سيدي ويا مولا يا أبا عبد الله صلى الله عليه يا أبا عبد الله كن ما معكم شايد فنفوج فوجا معظيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الملو الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي قرآن الكريم يعرض صور اجتماعية شابقة حتى تنتجع منها العبرة للتطبيق لنفس الصور التي قد تطرأ على المجتمعات القادمة يعني هنا نعرف طبعا الطبيعة البشرية واحدة وتكاد تكون يعني أمزجة الشعوب إلى حد ما أكو بيها نقاط التقاء واية يعني يعني أكو بعض الخواص الموجودة عد الشعوب تلقاه عد شعوب أخرى أو بعض الأشياء تمر عند شعب وشعب وشعب وهكذا يعني هالمقولة لا تنساها ماكو التأريخ يعيد نفسه تقريبا هالمعنى قريب هالمعنى قرآن الكريم حاول أن يعرض بعض الصور اللي بيها مجال لانتزاع العظة والعبرة ويريد تطبيقها على المجتمعات الأخرى هذا المعنى الشيء التضحينا إن شاء الله كل البحث أولا الآية طبعا كانت حوار مع نوح عليه السلام ذولة جماعة يقولون جماعة يعبر عنهم القرآن الكريم بالملأ قال الملأ الذين كفروا الملأ لماذا عبر عنهم بالملأ عبر عنهم بالملأ لأنهم ممتلئون يعني عثم أموال يعني أغنياء بتعبير آخر فعبر عنهم بالملأ وطبيعي واضح أن هؤلاء الأغنياء كانوا ممتنعين عن لحاق الأنبياء يعني الأنبياء عندما يبعثون الأغنياء موت شناش بشرع يخفون للدعوة لا يعني يتخلفون عن الفقراء باللحاق بالدعوة ليش شنو الشبب الشبب واضح هذا يقول لك أنا على مركز مالي ما أجي أخاطر بأموالي ما أعرف أنا هذا شنو اللي يعني هذا رح أنجح رح وقع ما أدري بينما هذا الفقير يقول لك أنا الغريق فما خوفي من البلد أول الأمر يجي يركض طارد بعدين تتعمق الرؤية عنده إذا تعمقت الرؤية مبدئيا أبدأ يقول لك أنا ما عندي شيء أخاف عليه وظاهرا الدعوة دعوة إلى إصلاح المجتمع وإلى الاتصال بالله عز وجل فتلجى الفقراء أسرع إلى الدعوات ولهذا أتخطر لما وفد أبو شفيان معه وفد من قريش يجي إلى هرقل ملك الروم كانت أكون رحلة الشتاء ورحلة الصيف رحلة الشتاء كانت إلى اليمن ورحلة الصيف كانت تبتدئ من شوريا فصاعد فهذا يجي ويا وفد من قريش وفدوا على ملك الروم على هرقل حدثوا عن النبي صلى الله عليه وآله وأنه بعث ويدعي النبوة سألهم هرقل قالهم من أتباعه أتباعه الأغنياء أم الفقراء قالوا لا لا أتباع الفقراء قالهم أتباع الأنبياء ثم ذولة أتباع الأنبياء لأن بطبيعة الحال هذا يتوقع الدعوة الإصلاحية حتى تنقد من وضع الشيء يخف إلى كل دعوة يلمح فيها أنها ستغير من وضعه فلذلك ذولة اللي بالعكش ممتلئين كانوا أبعد الناش من ناحية ثانية كأن المال يحدث جهواً وغروراً عند بعض الأشخاص نبأ لي يعني إلا الناضج تلقى واحد ناضج مثلاً أنت تشوف هذا إذا صارت عند أموال بعد يشتنكف حتى عن ممارسة الطقوش الدينية ياباً أنت مثلاً المفروض أنك تنتمي إلى فئة معينة وهذه الفئة اللي تنتمي إلى ليش ما تشاركها في مواسمها الدينية تشاركها في مناسباتها كأنه يتصور أنه يعني ينبغي لما يكون عنده أموال لازم يكون شكل آخر والحال هذا الغلط بعينه بالعكس بعكس الإنسان الناضج الإنسان الناضج لا مو هكذا الإنسان الناضج يرى أنه ينبغي أن يكون على صلب القاعدة التي ينتمي إليها لأنه هو ما ترفع ولا تضع إلا القاعدة لا ترفعه ولا تضعه إلا قاعدته في هالظاهرة بالذات هذول كانوا يعني يقول لك أنا أطارد إلى مسجد مثلا أو إلى مناشبة دينية أو إلى دعوة إصلاحية لا مو شاهل عليها هاي صعبة شوية عليها إلا مثل ما قلت لك إلا ذو النفوس الكبير العقل المروض العقل المركج فذول الملأ الذين كفروا قالوا لأحنا لا نتبعك ليش شنو علتهم قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا شنو معنى ما نراك إلا بشرا مثلنا غالبا علماء النفس وعلماء الاجتماعي يقولون أن الشعوب يردون إلى عظماؤهم يتصورون عظماؤهم من شنخية غير شنخية بسائر الناش يعني شلون تمر عليك الآية قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام تدير المقصود من أكل الطعام الشنو يشنو يعني هم مو مقصودهم أكل الطعام لا مقصودهم يعني يروح إلى بيت الخلاء نبهلي يعني اليأكل الطعام يعني عبره وعن المسببا بش من سبب اليأكل الطعام طبعا يروح إلى بيت الخلاء يعني ذiverso يشتكثرون أنه العظيم أو النبي هم مثلهم يأكل ويروح إلى بيت الخلاء يعني هم يشكل يولاه شكل آخر واضح شي zabare هذا ترى موجود عند كل الشعوب موجود أن العظماء يتصورون أنهم ينبغي أن يكونوا من سنخية غير سنخيتهم أن هذا العظيم شنو فرق شنو فرق عنا إحنا إذا إحنا مثله شنو نصار عظيم لازم عنده فدميزة هذا ما يتصور العظماء بالأوضاع الطبيعية لا يعني مثلا ما يعرف أن العظماء بالعدل مثلا بالاستقامة مثلا بالعبقرية مثلا بالذهنية الحادة بالقدرة على اشتعاب العلم لا هاي ما يتصورها عظماء يتصور العظماء وين يتصور العظماء بأن هذا العظيم ينبغي أن يغاير المجتمع في سنخة يغايره يعني إحنا ما نقدر أفرض نتصل بالجن لكن العظيم يخطي أن يقدر يتصل بالجن مثلا أو مثلا أن الرعد حتى تقرأ لك نظرية إلى عالم يقول أن الرعد اللي بالسماء هو صوته علي ابن أبي طالب شونا الحاجة يا أخي أرجوك يعني أنت تجتيجت هذا مو شغلتك تليش تدخل في أشياء مو شغلتك يا أخي أرجوك شونا الحاجة هذه احتكاك فيزيائي موجودة هذا ما العلاقة بالموضوع إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد شونا بناك علي مطالب بهذا ترفعه علي مطالب كل ذرة من جسم قمة من القمم نعم ما يحتاج هذا الحاجة كلها أبدا تتأمل أن شر عظمة هذا الرجل شر عظمة هذا الرجل أبعادا نفسية تعرف شنو أبعادا نفسية خلي أضرب لك مثل خلي أضرب لك مثل هذا الرجل يجي في معركة في واقعة البصرة يمر على أشلاء تتراقص فالشتين سبعين ألف قتيل والدماء مال الشاحة والأشلاء تتراقص هذا هتشي واحد أعصابه يفقدها إذا قائد يشوف جماعته مذبوحين ويشوف الدماء مال المعركة ومع ذلك يجي يوقف على رأس المرأة يوقف على رأس عائشة وهي بهودجة يقولها ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك دولة اللي طلعوك شوية ما عندهم انصاف كان المفروض أن يحترمون رسول الله باحترامك لأنت زوجته نعم منين تلقى هالأعصاب هاي الهادئة شوف الفرق بين هالأعصاب وبين هي هي المرأة بالذات لما جابوا لها خبر مقتل الإمام علي بن أبي طالب قالت فإن يكو نائيا فلقد نعاه نعي ليش فيه التراب تدري شنو معناه واحد إذا إذا واحد يجي ينعى له واحد عزيز يعني يذكر موته يقول له له الله يملأ حلقك تراب ها بفيك التراب يقول له هاي تقول اللي ينعى علي بن أبي طالب ليش فيه فيه التراب يعني هذا أهدالي جميل لما نعاه وكله إناء بالذي فيه على كل أهل ما يضر علي بن طالب هالمعنى أبدا لأنه هذا القمة ما يعنيها أن ينتهي الأمر هكذا ما تقول لهم شوية تفكوهن اللي بيبان مكمخين عليهم أنتو هاي شوية الباب فتحوه لهم خلي هوا يطب لينا شوية حار هاي الباب من هالجانب هاي الباب من هالجانب في الواقع أن العظمة ما تكمن أنا أجي مثلا أجيب لي فرد نظرية النظرية تصطدم بالعلم تصطدم بالأخلاق تصطدم ما أدري بيش نعم والتجايفة يعني إيش بناك بهذا نخدم أبدا الإمام شلام الله عليه عظم تتكمن في أبعاد أخرى عظم تتكمن مولانا من أرباط عشر إلى أن وفد على ربه حمل على يديه هموم المسلمين وآمالهم وطموحهم وكان في كل لحظة من لحظات حياته يمثل روح الفدائي الأول هذه عظم تهناه منها ناتجة فإذن أعود للموضوع أن الشعوب أكوا عدها توقان غريب عدهم توقان غريب إلى أن يخلعوا على المصلح بأنه من شنخية تخالف شنخية الناس أن عنده شنخية عنده جنش آخر غير هذا الجنش يعني مو من هالشنخية لا من شنخية أخرى وقلت لك ترى مو باش عند المسلمين هذا المعنى هذا مو باش عند المسلمين تلقى موجود حتى عند غير المسلمين الأبطال الأسطورية اللي تعيش في تاريخ الشعوب ارجع إلى تاريخ الشعوب كلها تلقى كل شعب عنده فتبطة الأسطوري يضطي صفات غريبة ترتفع بيه عن مستوى البشر شوف المذاهب الإسلامية اللي الآن تنكر علينا وتقول أنت غلات وأنتو تغالون بأهل البيت لو تطلع هذول شي كتبون عن الخلفاء الثلاثة لو تطلع شي كتبون أحيانا حتى عن عمر بن عبد العزيز نعم يكتبون عننا كتابة عجيبة غريبة لكن مصيبة أن هذول يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجدعى في عينه لما تقول أن الإمام مثلا من أهل البيت محدث يقول لك هذا هو الكفر بعينه يعني معناه يوحى إلى يقول له لا يا أخي محدث مو يوحى لا يلهم هو يجي بعد لحظات يقول لك عمران ابن حسين كانت تحدثه الملائكة طيب عمران ابن حسين ما يخالف عمر بن عبد العزيز يقول كان يمشي والملائكة عن يمينة وعن شمالة تحدثه لكن لما تقول أن الحسن والحسين تحدث ملك صار غلوب هذا المهم لا يعنينا هذا بس أريد أقول أن هذا في تاريخ الشعوب موجود كله الآية الكريمة تعكس هالمعنى قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا أنت بشر وإذا كنت بشر أولا ليش ما صرت من نوع آخر مفروض إحنا بشر وإنت بشر ثم بعدين ليش أنت تبعث من دوننا ليش أنت من دوننا تبعث يعني ينبغي أنه إذا كنت بشر مثلنا ما تبعث إلا أن تتغير شنخيتك عن شنخيتنا تمتاز عنا بشيء داخل الوقت تبعث هذا المعنى يعني أنت لو تشوف مثلا شي كتبون بشوف مثل هيقل أستاذ ماركش يكتب عن فردريك كتابة عجيبة غريبة ملك بروسيا يعني لما يكتب عنها يطي صفات أسطورية غريبة في بابها وهكذا لما تجي إلى مجموعة من كتاب الشعوب إذا أرادوا يكتبون عن أبطالهم الأسطورية يحاولون جهد الإمكان أن يرفعوا عن مستوى الشعوب اللي يعيش بها فهذه الظاهرة القرآن الكريم يعكسها يعكسها تماما ويفندها في أذهان الجماهير ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله خطى خطوات تجسيدية بهذا المعنى شلون دخل عليه يوما من الأيام رجل من قريش دخل بمجرد أن وقع بصره على النبي أخذته هيبة النبي أخذته رعدة قام يهتز قال للنبي رفقا بنفسك لش بيك أنت ليش تهتز أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد أنا عينا مثلك يعني يتنبه هدأ أعصابه قال ليش أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد جماعة دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله أن نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض ألا نسجد لك ما نسجد لك قالهم لا أنا بشر مثلكم السجود لا يصح إلا لله عز وجل فهي كلها تعبر عن هالظاهرة اللي كانت متركجة في تأريخهم بأن العظيم ينبغي أن يكون من شنخ يخالف الشنخ المعتاه فهذا المعنى اللي أشارت إلى الآية قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا هذا البحث هذا البحث أحيانا يجشد فجيعتنا ببعض أنماط الفكر الإسلامي مع الأشف يعني شلون لأن الأرادل التي الذين أشارت إليهم الآية الكريمة منهم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا المفروض إحنا عندنا خطوط عامة الخطوط العامة ياهو هي الخطوط العامة الخطوط العامة اللي تكاد تكون متسالم عليها عند المسلمين هذه الخطوط العامة ما المفروض يشير عندنا فكري ناقضها شلون يعني أخلي أضرب لها أقدم لك المعنى فهذا مقدمة مو القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناش إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإذا كان الله عز وجل يقول أنتم جميعا مخلوقين من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا يحاول أن يعلن بالتشاوي حقوق الإنسان يحاول أن يجعل الناس نعم سيان هذا الخط هو الخط العام من الموجود بالإسلام إذا كان هذا الخط هو الخط العام من الموجود بالإسلام وإن أكرمكم عند الله أتقاكم هو الخط العام شلون أنت تحتمل من فقية يجي ذملة مسلم من أجل مهنة شلون يعني ومن أركد تبعك إلا الذين هم أرادلنا يقول الأرادل منه التفت بالله للنظريات النظرية الأولى عند بعضهم أن الأرادل ذو الصناعات الخشيسة شنو معنى ذو الصناعات الخشيسة يقول النساج يعني حايت النساج بعد والحجام شنو ليش يعني ليش صناعات خشيسة ما أعرف يعني الآن الشعوب مهنة النساج تعتبر من المهن الضخمة ويوقف واحد على جهاز الساج جهاز مرة يدوي ومرة ميكانيكي ما يفرق المهنة مهنة نساج ما يفرق أن يكون جهاز يدوي أو جهاز ميكانيكي ليش خشيس بأي معنى خشيس شنو شلون يعني خشيس يعني الشعاي لو يحتيها واحد من الأبناء الشوارع ما يخالف لكن يجي فد واحد قمة من القمة من مفروض أنه فقيه من فقهاء المسلمين ويقول أن الأرادل هم عبارة عن ذو الصناعات أرجوك شنو ذنبه يعني هذا إذا صار عنده صناعة يعني رجل حلاق وحجم لواحد هذا صار خشيس شمعنى يعني ليش بأي معنى وليس على المرء التقي غضاضة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم أرجوك يعني هذا رجل كاشب الأنبياء كانت عدم هاي المهنة بعض الأنبياء كان ينسج بعض الأنبياء كان من النساجين نعم إذا كان ينسج لماذا الله عز وجل كلف أنبياءه بهذه المهمة إذا كانت مهمة خشيسة حتى يجي يقول أن الأراضل هم أصحاب المهن الخشيسة هذا رأي نبه لي رأي آخر يقول لا الخشيسون هم الذين لا يملكون مال ولا جاه لا أكو عند جاه ولا عند أموال عجيب يعني هذا نزل من بطن أمة خشيس هو المال أكو واحد ينزل من بطن أمة مكلل بالذهب أكو عندنا واحد يوقع من يوقع من بطن أمة ينزلوا يا الذهب أو من يطلع منا من هذه الدنيا يأخذوا يا ذهب أو يأخذوا يا لقب كل الذين جاءوا إلى الأرض جاءوها عرات واللي طلعوا من الأرض طلعوا عرات مو هكذا بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ مو يقولون هذا الإنشان اتبع ثلاثة إلى ثلاثة أمكنة أول أمر عند أمواله اتبع إلى أن يلفظنا فالشاهد يقول لك خذ لك قطعة اسمها الكفن وروح واترك الباقي وأولاده يلحقوا إلى القبر هيلون على التراب وعملا لينزلوا ياه وينما يروح إلى جانبه أرجوك يعني هذا إذا كان البناء كل إنشان يولد عاري هل أن الأموال من الخصائص الذاتية اللي تميز الإنسان من الكمالات الروحية مثلا حتى تميز الإنسان ترفع مستوى أموال أكوناس يحملون الأموال وهم أتعشوا من الخنزير وأكوناس والله ما يملك الرغيف وهو يكاد يصل إلى رتبة الملك في خلقه شنو علاقة الأموال شنو هي الأموال حتى ترفع أو تضع الأموال ترفع أو تضع لكن هذا جهل المجتمعات وإلا المال شي غير أرجوك يعني أنت الآن لو تحط على ظهر البعير الذهب يغير من كونه بعير هذا يبقى طيب وبلعك اشتعال جرد العبقري وأترك عليه ثوب عادي يقول أبو الفصحاء صلوات الله عليه يقول المرء مخبوء تحتطي لشانه لا تحتطي لشانه هذا اللشان اللي يغرف من محتوى من مضمونة طبعا مجرد لشان لا لشان وراء مضمونة يغترف من مضمونة الإنشان مرهون بهذا يقيم هذا يقيم علمه يقيم أدبه يقيم فكرة يقيم أخلاقه لا طيلشانه لا الثوب اللي يلبش أبدا ما يغير من الواقع شيء أبدا شواء كان ثوب يوم من الأيام دخل واحد أرث الثياب على المأمون المأمون أحد النظر إليه كان يعين هدومه هذا طاب بهدوم رث تنبى هذا عرابي وذكي قال له أصلح الله الخليفة أنا الذي أكلمك ولا تكلمك ثيابي شو بيك التمتعين لهدومي ها ما أنا دعك أنا الذي أكلمك أصلحك الله ولا تكلمك ثيابي فمن هالناحية في واقع الأمر ما نقدر إحنا نقيم الإنسان بأنه عنده أموال وجاه شنو هو الجاه جاه أمر اعتباري أكو جاه ينبع من الواقع وأكو جاه لا والله ينبع من الاعتبارات الجاه الذي ينبع من الاعتبارات واحد عنده منصب مثلا الناس تحترمه من أجل منصبه هذا جاه نابع من الاعتبار مو نابع من حقيقة وأكو جاه لا والله نابع من حقيقة هذا أنا أحترمه لأن رجائي هالأطفال إذا طب طفلة تخلوا يطوطوا وروحوا ويجيوا يعني هاي الحالة شوية طيب أفواكم بذكر محمد الجاه مرة حقيقي ومرة لا والله منتزع من أشياء وهمية أشياء وهمية مو رحم الله بعض الأدباء يقول إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم عجله إن جال سلطان الولاية لم يجل سلطان فضله نبه لي يقول أمارة تنبع من الداخل أخلاقه قيمه نعم اعتبارات القلقية اعتبارات الإنسانية وإلا الأشياء الخارجية كلها ينجعها ما أكو واحد يأخذ يا لقب أو يأخذ يا جاه إلى القبر يذهب عاريا يترك هاي كلها وين على التراب ويذهب إلى ربه عاريا أبدا كله مو أكثر من تراب جن إذن شنو معنى أن الأراضل هم الذين لا يملكون مالا ولا يملكون جاء أرجوك يعني الله خلق لواحد رديل وخلق لواحد كريم هذا يحقق العدل هذا يجسد العدل هذا يلتقي مع قطوط الإسلام العامة هذا اللون من كلام هاي اثنين تعال شوف أكون نظرية ثالثة هاي رائعة هاي هاي شون النظرية إلما ليحيى ابن أكتم يحيى ابن أكتم قاضي قضاة المسلمين اللي كان في أيام المؤمون هذا كان واحد من الأدباء يهجو يقول وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا فأعقبنا بعد الرجاء قنوط متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يا نوط مصيبة تلقى بالتأريخ الثغرات الوسخة ها هذا تعال شوف نظريته شوف نظريته لما ييجي يريد يطي نظرية بالنسبة إلى الأراضل يقول الأراضل هم الدباغ والكناش من غير العرب ليش ليش يعني إذا هو الدباغ والكناش ما يفرق عربي أو غير عربي وإذا ليش من غير العرب شوف التملق الرخيص التملق الرخيص شوف شنو التملق الشلون يريد يريد وأكو بعضهم تلقام الشكب بالعروبة والله وكيلك هو ما العلاقة بالعروبة أبدا نهائيا لما ترجع الأصلة ولا إلى صلبه أبدا ومثل ما يقول ذاك الشعر رفقا بنسبة عمر حين تنسبه فإنه عربي من قواريري عربي من زجاجي يقوله خاف ينكسر لا تحركه من هالنوع هذا الأكنمط أكي أخي أرجوك لما يكون هو الكناش أو الكذا من غير ليش من غير العرب منين جاي هذا غريب هذا عنده فداراء غريب نعم بل عنده نظريات عجيبة لو في تاريخنا دينا نقلبها علينا هذا كان يقول أن أو يجوجهم ذكران يهب لمن يشاء أناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يجوجهم ذكرانا وأناثا هذا الجانع عنده هذا التنظيم البريطاني اللي أباح به تزويد الذكر من الذكر يظهر إلى جذر عند هذا الرجال هذا نظرة لا تحكي عجيب الغريب أعود للآية إذن أكو بعد رأي آخر للإمام مالك وهذا الراي يعني ما تنبه ليش ويجين الإمام مالك يقول السفلة هم الذين يشبون أصحاب رسول الله كل الجن تعال إتأل الآن تعبر عن معاوية بهذا التعبير أو لا وهذا الشتم الإمام علي ثماني جنة على المنابر عندك استعداءة تعبر عنها من السفلة أو ما عندك استعداءة تعبر عنها ها هاي هاي الاجتمر والأمويين ثمانين سنة يشتمون الإمام علي على المنابر مو من الصحابة الإمام علي ما أدري جين لما يجي عمر بن العاص يقول وأجيدك وأجيدكم حسنا وحسين وفاطمة وحسنا وحسين ها اشتعبر عنها أنت يولا تمر عليها تحترم أيضا جين ملاجم السادة والأشبه شؤال أسأل آخر هذا الإمام الغجالي لما يجي إلى يجيد ابن معاوية طبعا معروف يجيد أول سنة الشوى والثانية والثالثة ها ثلاث أشياء شوى أولا هدم الكعبة بالمنجنيقات وأحرقها بالنار أكو أعظم من بيت الله وحدة ثانيا اجي إلى المدينة اشتباحها وقتل عشرة آلاف منهم شبعمائة صحابي من حملة القرآن شين أكو أكثر من هذا بعض هاي اثنين الثالثة قتل رسول الله في قتل أهل بيته قتل أولاد أهله مع ذلك الغجالي يقول أنا هذا ما أشبه يجوز تاب هذا تاب هذا مسلم ما أقدر أشبه ها أهل الله ما يجوشي صورون الناس عدوم عقوله صفوله عدوم ما يجوشي صورون يعني ما يعني ما أعرف شنو الواقع ما أعرف يعني ما عشديد الأسف والله مؤلم والله هيفجيع بفكرنا والله فجيع بفكرنا هذا أرجوك أنت هذا ما تشبه وتعتبر إذا جاهل غلط هو منين نشأ الشب ومن خلقنا إحنا الشب أبدا ولا من خلق أئمتنا أئمتنا ينهون عن ذلك أبدا حتى معاوية كان الإمام يروني من سلام الله عليه ينهى عن شتمه مر عليهم لقاهم يشتموه وأصحى قالهم لا إني أكره لكم أن تكونوا سبابين هذا مو مستوى رجال الرجل مو مالشتاين لا أوقف ناجزوا بالحق أكو حق يتصارع الحق بع الباطل أما إجا منين نشأ الشتم نشأ الشتم من بعد ما شتم الإمام علي على المنابر ها هاي صارت عملية ردة الفعل وإلا تفضل هذا الكوميت يقول أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بشب أبي بكر ولا عمر ولا أقول وإن لم يعطي فدكا بنت النبي لقد جارا وقد كفر الله يعلم ماذا يأتيان به يوم الحشاء يوم القيامة من عذر إذا اعتدر فضل روح إلى مأثورات كلها من أول أمر تأبى الشتم لكن لما شتم إمام علي صارت عملية ردة فعل ومع ذلك ما مستعدين أئمتنا نزلون إلى هالمستوى يا سيدي مو بس شتم ما كنت لك يمر الإمام علي على ألد أعداءه لكن ما تفارقه شيمة الفارج يمر على طلحة وهو صريع يقولوا قعدوا ليه يقول لا أعزز علي أبا محمد أنت رفيق سلاح مو شهل علي أنا أشوفك هكذا يا أخي هذا الخلق أنت وين تلقى النموذج العالي ها إذن أعود للموضوع لا شبيل إلى قبول يعني بعض الآراء إذن منهم منهم الشفل أكو رأي والله جدير بالإحترام يقول الشفل الذين يأكلون الدنيا بالدين ها والله رائع رائع هذا بالله العظيم لأنه ما أكو نزعة أقدش من نزعة الدين في نفس المسلم ها هذا اللي يجي يجعل دين دكان يصطاد به الدنيا هذا هو السفلة اللي يجي إلى أغلى نزعة يحولها إلى أرخص نوع من الممارسة الواقع الدين أشمى نزعة أو أشمى شيء أعطاه الله عز وجل لإنسان لأنه المقرب إلى الله الحامل على الاستقامة أن يجي الإنسان يأكل الدنيا بالدين ها هذا بريء من الله عز وجل هذا حساب عشير لأن مشألة الدين مو مشألة شهلة بحيث يتاجر بها الإنسان يبيع ويشتري بها لا لا أبدا هذا جدير بالإحترام جين إذولة شنو نقدر نطبق الآية على هالمعنى التفت لتطبيقها لما يقول له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا يعني يقول له دول ما عدهم إيمان بدين لكن شافوا باتباعك يحصلون فلوش فسخروا دينهم لتحصيل الأموال شوية تنبع لي جين هم مو تابعيك عين نفس الكلمة نفس الكلمة اللي صدرت من قريش للنبي النبي صلى الله عليه قاله كان قاعد ويم منه عمار ابن ياشير خباب ابن الارد بلال الحبشي المجموعة من فقراء المسلمين اجوا لي ذول جباب رد قريش قالوا للتلام يمك ذول شنو شنو ذول جامعهم وخرهم قالهم ليش قالوا لتؤذينا رائحة جبابهم ريحة جبابهم وهدوهم تاذينا ذول ما نقدر نبعد بعدين نستنكف أن يرانا الناس معهم اطردهم نزلت الآية الكريمة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين نعم قالوا له ذول إحنا إنما تبعك هؤلاء ذول ما تبعك طلبون دين وجدوا عندك رزق لقوا عندك رغيف خبز ولحقوك ذول جعانين وشافوا عندك أكيل ولحقوك وإلا موم ويمدين هاي نفس الكلمة فذول يقول يرجون يجعلون هذا الدين وسيلة لاستياد الرغيف الذي عندك هذا عبروا عنا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا شنو معنى بادر رأي بادر رأي بيها رأيين رأي الأول أن بادر رأي يعني ظاهرا لكن واقعا لاحقين الرغيف نبه لذين هذول ظاهران يطاردون وراك لكن باطنان يطاردون وراك الرغيف مو مطاردين وراك إذا حصلوا على الرغيف ما يعنيهم دينك هذا رأي والرأي الثاني لا هذول بادر رأي يتبعوك يعني مو عارفيك ما يدرون ما عندهم تعمق بدعوتك ها هذول ما اخذت الهيعة ويلهيعة يطارد ويلي يطاردون هذول بادر رأي يتبعوك وإلا مو عن فكر مو عن وعي أبدا مو عن تقييم مو معدن فكر مؤصل ها هؤلاء اتبعوك بادر رأي يعني اكو مرة تابع اكو تابع يتبع عن وعي يتبع عن معرفة مو مو قام واحد للنبي صلى الله عليه وآله قال لو خضت الجمر لخضناه معك حتى اذا تخوض الجمر انخوض معك نمنعك مما نمنع منه أجرنا الأجر المقصود النشاء مو هنا لباش لكم وأنتم لباش يقول له هون يعني يقول له شوان نحامي على عرضنا نحامي عليك قالوا له جماعة من الأنصار لما قالهم النبي ان قرش تشتهدفني قالوا لنمنعك مما نمنع منه أجرنا هذا عند وعي لو خذت بنا الجمر لخضناه معك واحد يقوم لا مو منهل شكل آخر تلقى شلون شكل آخر يعني مثلا حاطب ابن أبي بلتع يكتب رسالة إلى قريش أن النبي يريد يغزوكم يقول لك ليش يقول والله خاف على عيالي عد قريش خاف مثلا يأذوهم قريش حبيت أسوي جميل عليهم حتى لحد يضايق عيالي هذا ما قدت الهيعة هذا ما يعرف ما عند التأصل بالعقيدة وبالفكر قال نجي شوية إلى أصحاب الحسين من هالمنطلق شوف ذول اللي تبعوه شلون تبعوه هم مو هو يترى سبعين واحد لكن هال سبعين واحد هم زبد زبد الدنيا بعد مخاضيا ورحم الله الشيد يقول لو لم تكن جمعت كل العلافين لكان ما كان يوم الطف يكفينا يوم نهضنا كأمثال الأشود به وأقبلت كدبا زحفا أعادينا جاءوا بسبعين ألفا شل بقيتهم هل قابلون وقد جئنا بسبعين هم ذول ذول شلون يقوم واحد من عدهم بالليل تلعاشر يطلع الحسين يتفقد التلاع والمخيمات ويرجع يلتفت إلى الوراء يشوف هلال يقول هلال قال بلى يقول منذ متى نيمت قال والله سيدي من طلعت أزعجني خروجك ليلا إلى معشكري هذا الطاغية خفت أن يغتالك أحد وطلعت أنا لهالهدف جزاه الحسين خير ثم قال يا هلال هذا الليل قد غشيك فاتخذه جملا ترى الأموين يردوني أنا مو يم واحد من عدكم لو ظفروا بي لذهلوا عن طلبي سواي خذ ليش أنت تعرض نفسك وأهلك إلى البلاء ارجع أنت في حلم بيعتي تفت لها قال سيدي إن فرشي بألف وسيفي بألف والذي من علي بهذا الموقف لا أتركك حتى يكل من جري وفري تأمل هذول يعني هذا ونظائرة كل علىها الوتيرة هذول اللي يوقف الإمام يقولهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفشتم والله فوزا عظيما على البعد أيتها الأرواح المحيطة بأبي عبد الله شلام عليك شلام عليك على بعد المدى شلام عليك على طول المشافة الشلام على الأرواح التي حلت بفناء قبر أبي عبد الله وأنا خنت برحله تم الهذول نشاؤهم خير نشاء ورجالهم خير رجال الرجال صرعوا يوقع واحد من أصحاب الحشين تجي زوجت إلى ابنها تقول لابني هل رأيت أباك سقط بالمعركة تقول لها بلى يا أم تقول لها إذن ما وقوفك ها هنا ليش واقف إلى جانبي قال ما أصنع قالت بني ذهب وبيض وجيع دفع طمة الزراء أنا ما أهدى حتى أرى دمائك مختلط مع دماء العلويين أقبل إلى الحشين قال أبا عبد الله ائذل لي حتى أقاتل بين يديك عرفه الحشين قال لأصحاب هذا الغلام أبوه قتل بالمعركة قبل شويعة أبو طاح بالمعركة يعني أنا أجمع المصائب كلها على أمه بيوم واحد هم جوجه هم ابنه قال قال عد 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 إلى أمك لعلها تأنش بك وتكره خروجك قال شيد هي أمرتني بذلك قال مع ذلك عد إليها رجع الغلام قالت بني أراك رجعت قال بلى أم هرجعني الحشين قالت لعله استشغر شنك يا نور عيني ادنه إلي عمدت إلى ثيابه قلصتها إجت حمائل الشيف عقدتها حتى الشيف ليش حب الأرض ويشوف الحشين صغير ويرجع أمشكته من كتفاه وأقبلت وقفت إلى جانب الحشين قالت أبا عبد الله أيا شرك أن أمك الزارة تذكال بولدي ولا تذكال بولدي أبا عبد الله دعوة لدي يقاتل بين يدك قال الحشين أبرز بني بارك الله فيكم من أهل بيت برج الغلام قاتل قتال الأقرام حتى شقط إلى الأرض أخذت أمه عمودا من الخيم وانحدرت وهي ترتجز أنا عجوز سيدي ضعيف خاوية والية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة لما نظر الحشين إلى المرأة التفت إلى ولده علي الأكبر قال أبني باجر إلى الولد حملة لألا تمر عليه الخيل وأنا أذهب إلى المرأة أرجعها أقبل إلي جذبها من أصغى إلى وإذا بي يقول الشيدي يحولوا رحل أمي إلى رحالكم إنها أصبحت غريبة ليس لأحد قال أخي والله لا أنعم منك عين ألبي لك طلبك وجلس عنده يمشح الدم والذراب عن وجه تلك الوجوه المشرقات كم أقمر تشبه في غدي اردم الماء خضبوا وما أشابوا وكان خضابهم بدم من الأوداء أجل الحناء ومغشلين ولا مياه لهم شوى عبرات ذاكلا حرّة ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وشعت كل شيء وبكلماتك التامة تفرج عنا يا الله اللهم اللهم لين عصيناك لقد أطعناك في أحب الأشياء إليك الإقرار بوحدانيتك من منك علينا لا من من عليك فارحمنا برحمتك يا الله اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين لا تؤاخذنا بشوء أعمالنا الإخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة الله سلام الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته